السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بيرديزاد اليوم الحصات تعنا وين غادي نتكلموا على يعني وين غوارديولا يريد الإدارة غوارديولا يريد سبق التبادل السيتي ويضحي بنجمه يعني الأول لم يعد هاركين يحتمل لعب كرة القدم دون تحقيق الألقاب المهاجم الإنجليزي صاحب 28 سنة أخبرنا ديه توطن هام برغبته في الرحيل عن الفريق في هذا الصيف وين غوارديولا يعتبر أبرز المهتمين بالتعاقد مع هدف البريمير ليج في نسختها الحالية خاصة مع رحيل النجم هجوم سكاي بلوز يعني أغويرو إلى برشانون لكن كما يتردد فإن كل من يسعى لظام هاركين سيواجه عقوبة يعني يعني في التعاقد تعوه يعني في الأمواب المبلغ تعاقد معه إلا وهي دانيال رئيس نادي لندن خاصة مع أنباء التي تفيد بعودة يعني القائد الفريق والذي بالتأكيد لن يقبل بسهولة فكرة تخلي عن هداف الفريق لذلك ترجع صحيفة دانيال ستار البريطانية أن مونسيستر سيتي سيحاول إغراء توطن هام بعرض يصعب رفضه أن يؤمن فيه سيتي لتوطن هام باديل يعني كين بالإضافة إلى مبلغ نقدي جيد وبحسب التقرير فإن خصوص المهاجم صاحب 24 سنة سيكون هو الورقة سيتي الرابحة في رحلة تفاوضه مع توطن هام وذلك على الرغم من تردد غواردولا في التفحية بالدولة البرازيلي وين هنا يا فانيك هذه الصحيفة وين تضغط من أجل يعني من أجل رياض محرز باش يخرج من سيتي أخشو كيفاش عندهم شيخات علامة ما هو شوالدهم ما هو شوالدهم يحوسوا يحوسوا كيفاش يجيبوا هاريكين المونسيستر سيتي ومحرز يروح فانيك خيصوص محرز ومحرز بذلك يكون عرض السيتي في مجاملة هو خيصوص الذي يبلغ سعره سبعين مليون جونيه أو رياض محرز كذلك بالإضافة إلى المبلغ النقدي مثل اللي يسمح إجمال ما تقدر به السبقة هو مئة وربعين مليون جونيه استرليني وقد يفضل السيتي عرض المدافع الهولندي صاحب الستواشي إلا أن وجود خيصوص في السبقة بلا شك سيكون أكثر إغراء لتوتانهام أو كذلك ووجود كذلك في السبقة الذي لا يرفضها توتانهام وهي رياض محرز يعني يشوفوا رغم أن تردد غوارديولا في ترك لعبين مثل خيصوص ورياض محرز إلا أن الأمور خافية لمن عرفوها شحنية ويذكر أن هاركين قدم موسم استثنائي على الصعيد الفردي بعد أن تمكن من فوز بلقب هدفين دوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021 براسي 23 هدف وأفضل صانع العابات سيناته 14 هدف وكذلك ضف بجائزة أفضل العاب في توتانهام باختيار النادي ومشجعين وأفضل العاب في لندن في الدور الإنجليزي نحن نعرف بلي رياض محرز باش تتخلى عليه يتخلى عليه قوارديولا ولا تتخلى عليه الإدارة يعني من الصعب خاصة من الصعب باش يتخلى باش أي نادي يتخلى بكل سهولة من على رياض محرز وإن شعنا كباش وإن شعنا التقرير وإن صاحبة بريطانية وإن تكلموا أن منشيستر سيتي ينوي عرض ثنائي راحيم ستليق ورياض محرز للبيع في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بالرغبة من مدرب بيب كواردولا والإدارة في تطوير الفريق الموسم القادم وإن خسر راحيم ستليق مركزه الأساسي لمصلحة النجم الشاب فوندان الذي يقدم عروض مميزة للغاية في الموسم الحالي ومن مستبعد مشاركته أساسي في مبارك كما نقوله إحنا كان مستبعد كان مستبعد في مشاركته خسره بسبب فلسفة وبسبب هذا اللعاب صاحب الأنانية الزائدة كما نقوله أنه مميزة للغاية كما نقوله أنه مميزة للغاية أمام ليون الشبكة أخاو يضربها في السمارة أزيد الناس في هذه اللقطة ما شفوهاش يامس محرز أحذاب في طولياتها المحرز راح تيرها محرز أحذاب باش يعطيها المحرز راح تيرها عشا عشا هاردها والليا وعلى الجانب الآخر يامر رياض محرز بأفضل أوقاته منذ وصوله إلى السيتي ونجح في فوز بثقة المدرب بيب جوارديولا الذي أصبح يعتمد عليه بشكل أساسي مؤخرا لكن إدارة مستعدة للاستماع إلى عروض التي سوف تصل النجم الجزائري بهدف تمويل صفقات أخرى تخدم مستقبل النادي بشكل أفضل يعني وإن شاء أنك بشوين أرسونال وإن يريد وإن أوضح حد صحيفة في تقرية أن أرسونال أبرز المهتمين بالتعاقد مع رياض محرز إن كان هناك فرصة بالفعل لبيعه في السيف يعني هي شوف أرسونال هو في النادي الأول لتبع رياض محرز ميكان مع لايستر سيتي هذه هي بشيكون أنا بأخو ويسعى أرسونال إلى العودة إلى الفرق النخبة في الإنجليز لكن هذا يتطلب تعاقد مع نجوم كبار قادرين على صناعة الفرق ولذلك تعاقد إدارة أرسونال مع رياض محرز أو سترلينك بمثابة الفرصة التي لا يمكن تفويتها هناك شكوك حول قدرة أرسونال على تحمل تكاليف المالية لصدقتين الأمر الذي لا يقتصر فقط على سعر اللعابين بل يمتد أيضا إلى الراتب يعني الراتب الكبير محرز يدي 7 ملايين أو شيء في العام كيسموها سترلين كذلك وين يدي 8 ملايين أو شيء في العام يعني ما غاديش شوية التفاوض ما غاديش يكون سهل يعني التفاوض ما غاديش يكون سهل ioة قابلة رياض محرز عندنا الآن خرجوا رياض محرز نتوقفهم رياض محرز ذاتك وcić من ورسل في مكان يخرج من ورسل هذا نشاهد أحد من مناس كان رياض محرز يخرج من ورسل فانيك ينجح فانيك وما ننساوش السيتي فانيك الفاريق الصحة النهائي تلعب يعني كاين فائز كاين خاسر لازم واحد يكون سبورتيف حنا تمنينا رياض محرزي ديها ماداش رياض محرزي ديها ماداش رياض محرزي ديها هم كيباكا هم رام بيناتهم يقولوا العام الجاي انقلعوا بيها انقلعوا بيها واذا وعد باش وصلوا فينال الضربة تعمين خرجوا لهم العقوبة من الفيفا خرجت العقوبة على مونسيستر سيتي يعني وين يحرموهم من الالقاب الجاية وما يشاركوش في الشمبيونز ليك وم بعد الداول الباراء التاحهم عدوا وين فمات جوارها قال لك لازم نوصلوا فينا داروا وعد وانا تبالي بلي هذا الضروك يكثر يكثر الكذب في الاعلام يكثر الكذب جوار باراء رايح منه صرتوا هذي شهر ولا شهرين جوارها رايح جوارها جاي جوارها مقلع جوارها مواللي جوار منه اتصالات وانا تشوفوا الهاراج تشوفوا الهاراج تشوفوا الهاراج تشوفوا الهاراج عن انتقالات لعابة في الاخر ما تكاشي يعني في الاخر ما تصيبون هذي الانتقالات كما عاملوا فيهات في كورونا في الراح رايح فلا الرامولي أو مقلع يحدث لنها تشوفوا الهدورة لانتظروه في الطليعة وانتظروه في الزليقة وانتظروه بالطلع ما تجعله كما تلو كما يمكن ولو في منسيستل سيتي... فارق عالمي فارق عالمي.. فارق الذي كان منوله أصبح يلعب النيهال وصبح يرهب الاندية الكبيرة أصبح مرعب الاندية الكبيرة أنا واحد من الناس يروح محرز أنا محرزي ومحرز في السيتي أنا محرز في السيتي